من ها البناية يرتفع صوت اليقين خلي لك ويانا أثر طول السنين جد عظيم الصدق بيت الحسين جد عظيم الصدق بيت الحسين ساهم وخيذ باسمك سهم بالآخرة ترفع علم ساهم وخيذ باسمك سهم بالآخرة ترفع علم جد عظيم الصدق بيت الحسين بيت الحسين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم مشاهدي متابعي قناة الإمام الحسين الفضائية الثانية من كل مكان وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيت الحسين عليه السلام نتوجه نحن وإياكم لزيارة الإمام الحسين عليه السلام وأخيها بالفضل عباس في هذه الليلة العظيمة ألا وهي ليلة الجمعة المباركة نيابة عنكم وعن أمواتكم إن شاء الله فظلوا إحنا وإياكم لأداء الزيارة اللهم صل على محمد وعلي محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا كافل الحوراء السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء السلام عليك يا حامل اللواء السلام عليك يا بل فضل العباس ورحمة الله وبركاته نسأل الله علي القدير أن يجعلها زيارة مقبولة لكم إن شاء الله وقضاء لحوائجكم وشفاء لمرضاكم ورحمة لأمواتكم في هذه الليلة بحق محمد وآني محمد هذه حلقة جديدة من برنامج بيت الحسين عليه السلام ونتمنى من المشاهدين من كل خدام الحسين أنه في هذه الحلقة تكون حلقة مميزة لأن هذه اليوم هو يوم الخميس وليلة الجمعة المباركة وفي هذه الليلة تضاعف الحسنات وتضاعف الأعمال فهذه الليلة مختصة بزيارة الإمام الحسين عليه السلام فلابد أنه نسجل في هذه الليلة نسجل أعمالنا ونسجل أنفسنا من خدام الإمام الحسين عليه السلام ومن أنصار رسالة الإمام الحسين عليه السلام فيا أخواني يا أخواتي إن شاء الله هذه حلقة وإن شاء الله تكون خاصة بدعم خدام الحسين لهذه البناية حتى تكون كاملة متكاملة لنصرة محمد وآلي محمد وأيضا في هذه الليلة الروايات تذكر أن الأموات في كل خميس في كل ليلة الجمعة الله يخفف العذاب عن أهل النار وأهل القبور ينتظرون أهلهم وذويهم اللي يعيشون في هذه الدنيا أن يصدقون بالنيابة عنهم في ليلة الجمعة فالرواية تقول أنه يقف على باب الدار وينتظر ورواية أخرى تقول أنه الأموات ينظرون إلى أهلهم من يذكرهم فاذكروا أمواتكم في هذه الليلة واجعلوا لأمواتكم في هذه الليلة الصدقة ينتفع بها لآخرته وذكرنا الروايات إن شاء الله سنذكر الروايات اللي تتكلم عن الصدقة إلى الأموات وشنو راح يكون لما تصدق أنت لهذه الميت سواء كان أبوك أو أمك أو أختك أو أخوك أو ابنك أو بنتك أو زوجتك أو زوجك فالأموات يفرحون بالصدقة مثل ما يفرح الحي بالهدية وهذا قول الإمام الصادق عليه السلام فإن شاء الله هذه الليلة وفاء لأمواتكم في ليلة الجمعة أنه تخلي له صدقة جارية ينتفع بها وهو في قبره من خلال أنك مستاهم في بناية بيت الحسين عليه السلام وتخلي لك هذه الصدقة لأن هذه البناية أولاً راح تكون هي الإعلام لرسالة الإمام الحسين عليه السلام لكل أنحاء العالم ثانياً الخدمة مستمرة في هذه البناية على مدار 24 ساعة فأكيد المنفعة راح تكون لصاحب الصدقة فهذه البناية احنا قلنا وصلت إلى 70% من البناء ولكن باقي 30% حتى تكتمل وقلنا احنا بكثير كثير من الاحتياجات محتاجة هذه البناية حتى تكون جاهزة لخدمة محمد وألي محمد فإحنا ندعو كل خدام الحسين اللي من داخل العراق واللي خارج العراق وشكه واحد يسمع صوتي ويشاهدني أنه لا يقصر في خدمته لسيد الشهداء وأن يلبي هذا النداء بالاتصال على الأقام الظاهرة أسفل الشاشة وتخلي لك قدم صدق مع الحسين عليه السلام طبعاً البناية قلنا متكونة من عدة طوابق الطابق الأول منها اللي كان هو حسينية والحمد لله إن شاء الله بالأيام القادمة رح تكمل هذه الحسينية وتكون جاهزة لخدمة زوار الحسين عليه السلام في أيام محرم وصفر إن شاء الله أما الطوابق الأخرى فهي رح تكون خاصة بقنوات القنوات الستة قنوات الإمام الحسين الفضائية لكل طابق رح يكون إلى عمل خاص لخدمة محمد وألي محمد حتى ينشر هذا المذهب ونوصل ثقافة أهل البيت سلام الله عليه فهذه البناية الطابق الأول منها رح يكون قاعة للمؤتمرات وعدة طوابق رح تكون خاصة بالقنوات رح نروح نوياكم ونشوف هذا الفاصل اللي يتكلم عن موقع البناية وعن هميتها وعن تفاصيل البناية الموجودة بداخله نروح نوياكم ونشوف الفاصل ونرجع إلىكم بتربة أودع الله سبحانه وتعالى الشفاء فيها ومن على أقدس بقعة في الأرض يعتلي صرح حسيني شامخ يطل على قباب القداسة ورياض الرحمة ونستنشق من نوافذه عبق النبوة المحمدية وعطر العفة الزينبية صادحا بذكر آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنها دار السجاد عليه السلام في كربلاء المقدسة مجموحة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية بلغاتها الخمس ووكالاتها الإخبارية طابقها الأسفل سردابٌ خصص لخدمة الزائرين الكرام أما طابقها الأرضي فهو حسينيةٌ بجناحين للنساء والرجال مشرعة الأبواب على مدار السنة السلمي означار بتشجوية س الطابق الاول قاعة خصصة للمؤتمرات الدينية والندوات الثقافية والمهرجانات الحسينية والطابق الثاني فيها مخزن ووحدات للصيانة الطابق الثالث نقر قناة الامام الحسين عليه السلام الفضائية الاولى الناطقة باللغة الفارسية وطابقها الرابع مقر قناة الامام الحسين عليه السلام الفضائية الثانية الناطقة باللغة العربية اما الطابق الخامس فيها فيضم مكتب قناة الامام الحسين عليه السلام الفضائية الثالثة الناطقة باللغة الانجليزية ومقر قناة الامام الحسين عليه السلام الفضائية الرابعة الناطقة بلغة الأردو والطابق السادس مخصص لقناة الزهراء عليها السلام الناطقة باللغة الآذرية ووكالة شيعة ويفزي الأخبارية وحين نصل إلى الطابق السابع سنكون في ستوديو المخيم الحسينية أما الطابق الثامن في هذا الصرح الحسيني الشامخ فقد خصص لغرف التحكم والطابق التاسع يضم ستوديو باب القبلة وهناك غرف تحكم أخرى في الطابق العاشر صرح رصف حجره بنبض قلوب المؤمنين وارتفع أساسه بهمة الموالين كجسد توحدت خلاياه من مختلف الجنسيات والقوميات والثقافات والأعمار وحدها حب الحسين صلوات الله وسلامه عليه فما الذي يمنعك من أن تجعل لك فيه ولمن تحب صدقة جارية على طول السنين تنفعك في الدنيا بقضاء الحوائج وفي الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون التفت لغدك ويومك القادم واجعل لنفسك ولأهلك ولوالديك أثراً حسينية تقف عليه غداً بين يدي الزهراء عليها السلام أبيض الوجه نقي القلب ببركة خدمة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رجعنا إلىكم مشاهدينا وشاهدنا هذا الفاصل الذي يتكلم عن بناية بيت الحسين عليه السلام وشاهدت أن البناية جدت تبعد عن حرم الإمام الحسين عليه السلام قريبة جداً من حرم الإمام الحسين عليه السلام ومطلة على قبة سيد الشهداء ومخيم الحسين عيالات الحسين البناية تبعد عن مرقد الإمام الحسين ما يقارب 150 متر يعني في نص قلب كربلاء يعني خلينا نقول بنص الجنة هذه كربلاء هي بقعة من الجنة وهذه البناية بنص الجنة يعني من تسعد على الطابق الأخير من هذه البناية راح يشاهد كل كربلاء بناية مرتفعة بكل الجنسيات من كل أنحاء العالم اشتركوا في إكمال هذه البناية وإنتوا شاهدتوا طبعاً الأخوان متابعين قناتي مام الحسين الفضائية اللي مشاهدينها تابعوا أن هذه البناية من أول من وضع حجر الأساس إلى أن وصلت إلى آخر طابق وشافوا أن الكثير من خدام الحسين اللي ساهموا في هذه البناية هم من داخل العراق وخارج العراق من مختلف الجنسيات يعني كجسد تكون من كل أنحاء العالم حتى يكون صرح حسيني شامخ لنصرة الإمام الحسين عليه السلام المظلوم غريب كربلاء سيد الشهداء حتى نرفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله حتى نوصل هذا المذهب فيا خدام الحسين من منكم اليوم اللي يسجل اسمه في هذه البناية ويكون مع هذا الركب الحسيني يكون مع هذا الموكب الحسيني إلى جنات الخلد وإلى تأدية رسالة الإمام الحسين عليه السلام لكل أنحاء العالم من يسجل اسمه في هذا اليوم من أنصار الإمام الحسين عليه السلام من يسجل اسمه في هذا اليوم من الدعاة لرسالة الإمام الحسين عليه السلام ومع الركب الزينبي سلام الله عليها من يسجل اسمه في هذا اليوم ويكون أحد المقربين للرسالة الحسينية ولهذا الركب السائر في خدمة محمد وآلي محمد فهذه الفرصة أمامكم والأرقام أمامكم ونحن بانتظار اتصالاتكم حتى تخلي لك صدقة جارية تنتفع بيها لآخرتك في هذه البناية وتخلي لك سهم وتكون شريك ويانا والشريك لازم يكون مستمر وانت راح تكون شريك ويانا في الأجر شريك ويانا في هذه البناية كل ما تكون فيها خدمة والخدمة مستمرة البرامج الدينية الثقافة شك واحد راح يهتدي من خلال هذه البرامج راح انت تكون شريك في هذا الأجر وتحصل هذا الأجر فهنيئا لكل خدام الحسين اللي ساهموا ويانا واللي خلولهم صدقة جارية لنصرة محمد وآلي محمد وانتو اليوم بدوركم هم تقدرون تخلو لكم هذه الصدقة وتنفعون بيها أنفسكم وتنفعون بيها أحبائكم أو أمواتكم من خلال انه تتصل والشارك والساهم في إكمال هذه البناية احنا اليوم الريد كل خدام الحسين ان يشاركونوا يانا في إكمال يعني اليوم بالذات في إكمال غرفة الراك أجهزة الراك الخاصة بالنقل بث المباشر وخزن البيانات المسؤولة عن كل البيانات الخاصة بالقناة وقلنا هذه الغرفة هي كقلب للقناة إذا هذا القلب موجود موجود العمل وإذا ما موجود هذا القلب العمل ماكو يعني مثل القلب اللي بجسم الإنسان إذا كان موجود هذا القلب فجسم الإنسان يعمل وإذا كان ما موجود فجسم الإنسان ما يعمل فيا أخي الدام الحسين الريد همتكم وخلوا بالكم وياي راح أشرح لكم عن تفاصيل هذه الغرفة وشنو احتياجاتها وإنت اليوم تخير نفسك صدقة جارية توقف بيها بوجه أبيض أمام الحسين عليه السلام فمخرجنا جهزنا الاحتياجات الراك حتى إن شاء الله نشرح للمشاهدين أنه كل حاجة وجهة سعرها وجهة نحتاج منها كم قطعة وإن شاء الله خدام الحسين احنا أمنا بيهم اللي يسمعوننا من خارج العراق من داخل العراق أنت اللي بلا أنت اللي بداخل العراق تقدر ربما تقدر تجي وزور الإمام الحسين عليه السلام ولكن أنت اللي تبعد آلاف الكيلومترات عن الإمام الحسين عليه السلام ولي منعك عمل ولي منعك ظروف ما تقدر تزور الإمام الحسين غير سنة بالمرة ولو حصلت هذه السنة لو ما حصلت أنت تقدر الآن تقدر الآن الساهم وراح يبقى إلك زيارة في كل خميس راح يكون إلك أجر مستمر مع الحسين وراح تكون إلك خدمة كأنما أنت واقف في باب قبلة الإمام الحسين عليه السلام وتخدم زوار الحسين في كل يوم وانت وين؟ انت في محل إقامتك سواء كان في أوروبا سواء في أمريكا في أستراليا في أي دولة كنت كأنما عملك هو راح يكون مستمر في شارع قبلة الإمام الحسين عليه السلام فبذلك انت حصلت خدمة الإمام الحسين أولا ثانيا حصلت نصرة سيد الشهداء كنت أحد أنصار رسالته ثالثا انت ساهمت في إيصال ثقافة محمد وآلي محمد لكل أنحاء العالم وانت روحك عايشة في كربلاء لأن ما دام صدقتك موجودة في هذه البناء خلنشوف الاحتياجات عندنا أول احتياج هو في غرفة الراك الخاص بأجهزة الراك هي البطاريات هذه البطارية اللي شغل الأجهزة بطاريات قابلة لإعادة الشحن يعني البعض يصوروا أن هذه البطارية تخاف تتلف وبعدين أنا تروح صدقة تجارية لا هذه البطاريات أولا بيها ضمان جودة قابلة لإعادة الشحن يعني بيها عمر طويل يعني صدقتك تجارية مضمونة هذه البطاريات اختاريناها من أحسن الشركات حتى تليق بهذه الخدمة تليق بخدمة محمد واري محمد البطاريات هي قابلة لإعادة الشحن 12 فولت 26 أمبير نحن نريد منهن 72 بطارية البطارية الوحدة كلفتها 106 دولار هذه البطارية الوحدة أنت إش قد تقدر ساهم بكم بطارية اتصل الآن على خدام الحسين وقلهم أنا لدي ساهم أربع بطاريات بطاريتين سواء نيابة عنك أو عن أبوك أو عن أحد أمواتك المبلغ الكلي لكل البطاريات يعني 72 بطارية كلها تصير 7672 دولار هذه إذا جمعت كل البطاريات وخليتها باسمك أو باسم عائلتك تقول أنا أريد هذه الصدقة جارية دفع بلاء وحسن عاقبة إن شاء الله وتنفعنا لآخرتنا والأمواتنا أساهم كل هذه البطاريات فهنياً إلك هذه النصرة وهنياً إلك على هذا القلب المحب لسيد الشهداء سلام الله عليه ننتقل للإحتياج الثاني اللي خاص بهذه غرفة الراك اللي اللي راح تكون هي خلينا نقول الخط الوصل بينك وبين خدمة الإمام الحسين عليه السلام بيديو هذا اللوحة الأمامكم الجهاز اسمه بيديو راك هذا اللي هو يوزع الكهرباء إلى أجهزة الراك طبعاً هذه القطعة أيضاً من أجود الأنواع ومن شركة عالمية يعني إحنا لسيد الشهداء إحنا لبيوتنا جاي ندور الأصلي ونجيب الأحسن شي حتى ليش حتى مثلاً هذا البيتي لأن هذا ما أخذ إلي النفسي أنا خب ما أرجع تتلف الحاجة وروح أجيب بعد مرة ثانية لحسن تكون استهلاك فإذا كيف إذا كان البيتي الإمام الحسين عليه السلام لازم إنه نجيب من أجود الأنواع لأن البيوت نحن نجيب نوعيات زينة فكيف سيد الشهداء سلام الله عليه فهذا الجهاز الريد منه 14 قطعة القطعة الواحدة سعرها 102 دولار القطعة الواحدة اللي إذا تريد الساهم بها سعرها 102 دولار اللي لا يعرف ما يعرف يحسب بعض أمهاتنا أخواتنا تقدرون تتصلون على الأخوة تستفسرون ما يكون بالعراقي العدد 14 قطعة من هذا الجهاز البيديو راك هو يعني كل 14 قطعة تصير 1428 دولار القطع بكاملها الإمام الحسين عليه السلام من ضحه ما قال هذا ابني وذول أولادي شون خل ضحه بس بنفسي لا ضحه بكل ما يملك ليش من أجل من أجل أنه يعلو هذه الكلمة حتى يستمر الحق وحتى الناس تتحرر فأنت لا تبخل الحسين ما بخل حتى يحررك ما بخل لا بنفسه ولا بعياله فأنت لا تبخل علي الحسين سلام الله عليه بكم درهم اللي ما يسوى شيء عدنا اتصال من النجف الأشرف أم رحاب من النجف الأشرف السلام عليكم رحاب عليكم السلام يوم هلا بيك الله يبارك بيكم يوم الله يحفظكم إن شاء الله هنيان لكم هنيان لكم خدمة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام إن شاء الله الله يبارك بيكم يوم رحاب يعني خلنحك حتى شيء أهن اليوم يعني إحنا من هواي نصرف على أنفسنا وهواي نجيب شغلات لبيوتنا وكل من مهتم لبيته فأنت شو تقولين الإمام الحسين عليه السلام في يوم كربلاء منضحه بماله وبعياله وبنفسه من أجل من من أجلنا صحيح له لا صحيح فإحنا خلننضح لإمام الحسين عليه السلام بكم درهم حتى أولا إحنا جاي ننفع عنفسنا ننفع آخرتنا ثانيا حتى نوقف بوجهة أبيض قدام الحسين شو تقولين اللي اللي يفكر بدنيا وما يفكر بآخرته إن شاء الله بقوة الله الله يدلينا على طريق الحق إن شاء الله إن شاء الله آمين زين تفضلني اسمح لي أنا أحشي لك خموز عاج لا لا بالعكس تفضلوا التمثل ابني أنا حرمة يعني زوجي سيّ من البيت وتتوفى الله يرحم إن شاء الله بحقها بغداد وأهلي كلهم بالنجف خواتي إخوتي كلهم وخوة شو البيت تجابوني هنا يا مهم اشترع البيت وقعدت ما عندي وليس أرضع بنا الله يحفظهم وإن شاء الله واثنين أنا هنا ساكنات واثنين مجرسات واثنين معلمات زي تذني ذي حنن علي لأن لا راتب ولا تقاعد ولا تش عندي لذا راتب اليوم وتعب تعب تعلينا كذا يبطع نال الله قاسم فأنا إيه اللي أطرف على روحي هذا عبدالله قلبه روحي آفيا عليك أنا متعلقة ببا عبدالله آفيا عليك أتمكنه ولي أجمعه إن شاء الله حتى فقراء يمني متشعقين سعادتهم فضل الله فضل الله موف من عندي آفيا عليك إذا ما الورقة يعني ما الدولار يعادي لفلوس نيقان مستعد أتبرع هذا لي أقدر لي عافية عليك يعني رغم أنه أنت الظروف بيها ولكن ما تمنعش خدمة الإمام الحسين عليه السلام أبد ما تمنعين عن هذه الخدمة ما توقف دمعت على أبا عبدالله هذه الخدمة الحقيقية الإنسان مهما يكون الظروف تقا هو دائما يسعى لخدمة السيد أتمنى روح أطيها لأبا عبدالله فمقابلة التلفزيون بس دمعت يجي على با عبدالله والبارحة جئنا سيارة العتبة قرائبنا هي بالعتبة العلوية خبرتني أكود حملة الحين بقيت يا والله معكم أنا أنا أتمنى أروح أزوها بعد فتسجلت وجئت وسألت على ملاك قالوا ما موجود مجارس حتى الولد الخدام اللي بالحسين هو اللي خبركم سأل على مكتبنا مكتبنا بين الحرمين بداية الشارع الإمام علي هذا كل خدام الحسين اللي يريد يجينا هذا عنواننا مكتبنا بداية الشارع الإمام علي بين الحرمين الشريع يعني أنتم ساهمتوا في إكمال هذه البنائة شنو الهدف وشنو الغاية منها أنا بس أجرز الحتين الشفاة الله كنت أيها أهلا كل شيء أعماد نحن نصلي نصوم قرائل قرآن يختم كل أسبوع نختم ختم وحدها للإمام يعني أنا متقاعدة وقاعدة لا تتبعد ولا متقاعدة يعني قاعدة مرة شبيرة ورايحة المكت ثلاث مرات بالعافية عليك أشكر الله وحمده مئة مرة ليه ثاني يكن هواية ثاني أقرأ يومية جزء أو جزئين وهذه إن شاء الله أحسنت يا أمرحاب أحسنت أي والله أنا بس أريد شفاعة الحسين هاي هي أحسنت نطين الرحمن وخلي بناتي حبابات وخيرات سؤال آخر يا أمرحاب سؤال آخر إن شاء الله والله نطيل عليكم بالأسئلة الكثير يعني بالنجف الأشرف أكو حسينيات وأكو جوامع وأهم تريد مساهمة وتريد أنه الناس تدعمها وتكملها شون السبب أنت تركتي هذه الحسينيات وجوامع وجيتي وساهمت في إكمال هذه البناية والله أنا عندي هذه حرطة للحسين أنا بس أشوف أحد إذا أجينا الحر بل أمطيكم إياها إن شاء الله أنا البارحة جئت وأول بارحة جئنا وخابرت ولد أرخار من الحسين لكم قلتوا له مجاذب وملاق أمرحاب ما فهمت السؤالي أنا أقول يعني شون اللي يميز بنايتنا عن باقي الحسينيات والجوامع مؤانع عيوني حضرتك بس اسمع لي هذا مثل أسمع أكو أيتام أسمع أكو أرملة أكو كذا أطيب جماعة لي أعرفوهم أطيبهم أطيبهم يتلمون ليش يعني شيء بسيط هذا الله يبارك بيكم يا مرحاب كهذا حسين الشهيد إن شاء الله أضمع أنا إلى أن أشوفكم إن شاء الله أجزيكم ياهم إن شاء الله الله يبارك بيكم يا مرحاب وإن شاء الله موفقين لخدمة سيد الشهداء وإن شاء الله مع الركب الزين بإلى جنات الخلد وهنيئا لكم شكرا وإن شاء الله نجي يشوفكم بعيني ويطمئن ذات إن شاء الله إن شاء الله أبو ملاك دعي لها يومية والله يوضق ويخليه لديه تحياتنا لإستاذ أبو ملاك الله يحفظكم يا مرحاب حياكم الله حياكم الله شكرا لكم شكرا لكم مع السلامة ورحاب مع السلامة مع السلامة مشاهدين أن الإنسان أجمل شيء أن الإنسان أن يبحث عن رضا الإمام الحسين عليه السلام لأن رضا الإمام الحسين هو معنى الجنة هو معنى الغفران هو معنى رضا الله عز وجل فجميع الإنسان يصدق ويساهم في كل مشاريع لخدمة سيد الشهداء من أجل رضا الإمام الحسين مثل ما قالت أم الحاب نرجع نكمل احتياجات هذه غرفة الراك وإن شاء الله ننتظر احنا اتصالاتكم على هذه الأرقام في هذه الليلة إخواني أخواتي هذه الليلة ليلة عظيمة وهذه الليلة صاحب العصر والزمان عجل الله فره جو القريب يتابع كل أعمالنا قلنا احنا صاحب العصر والزمان الثنين وخميس يلاحظ يلاحظ كل أعمال شيعته فخلي شوفكم في هذه الليلة جميل جدا خلي شوف خلي شوف اللهم صلي على محمد وآلي محمد طبعا ما شاء الله على خدام الحسين اللي الآن اتصلوا ساهموا جزاهم الله خير الجزاء وإن شاء الله سجلوا اسمهم في سجل صاحب العصر والزمان فخلي صاحب العصر والزمان شوفنا انه احنا جاي نخدم الإمام الحسين ونقدم من أجل نصرته فسجلوا اسمكم مع الأخوة خلي شوف الاحتياج اللي بعده اللي هو الراك هذا هو اللوحة أمامكم اللي مشابهة لل يعني للخانة خلي نقول بشكل عام اللي تضع بيها أجهزة الراك اللي خاصة بالبيانات لخزين بيانات البث المباشر هذه القطعة الواحدة تكلفتها 1334 دولار وإحنا نريد تسع قطعة طبعا نتقلنا للاحتياج الثاني اللي هو الكرت الخاص أو خلني نقول الجهاز الخاص بالترخيص الموارد لوحدة التحكم يعني هذا هو اللي يخليك تقدر توصل وتتحكم بكل أجهزة الراك ومسؤول عن البرمجة أيضا طبعا احنا احنا نريد ست قطع من هذا الجهاز القطع الواحدة تكلفتها 375 وسبعين دولار هو طبعا المجهاز عفوا هو كارت اللي يوصل اللي خليك توصل للبيانات واللي يساعدك على الترخيص الموارد وتوصل إلى التحكم طبعا احنا نريد ست قطع من هذا الكارت القطع الواحدة تكلفتها 375 دولار الكل القطع ستة سعر يصير 2250 دولار يا خدام وخليه وخلي شوفنا صاحب العصر والزمان انه احنا مغافلين عن آخرتنا وانه احنا جاي نسعة من أجل نصرة هذا الطريق اللي راح يظهر من أجله واللي راح ينشر العدل والمساواة بكل أنحاء العالم من خلال طريق الإمام الحسين عليه السلام حلقتنا شارفت على الانتهاء ولكن احنا بانتظار خدام الحسين النداء لكم تتصون على هذه الأرقام والسجلون أنفسكم وهذا اليوم هو يوم وليلة الجمعة العظيمة المباركة وزيارة الإمام الحسين عليه السلام فسجل اسمك حتى تحصل إن شاء الله زيارة الإمام الحسين عليه السلام انتهت حلقتنا لهذا اليوم ونحن على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل إن شاء الله في أمان الله من هالبناء يرتفع صوت اليقين خلي لك ويانا أثر طول السنين جد عظيم الصدق بيّة الحسين جد عظيم الصدق بيّة الحسين ساهم وخيذ بسمك سهم بالآخر ترفع علم ساهم وخيذ بسمك سهم بالآخر ترفع علم جد عظيم الصدق بيّة الحسين بيّة الحسين بيّة الحسين بيّة الحسين بيّة